أهلا بكم الموضوع بتاع مقتل شيماء جمال وقضية المستشار أيمن حجاج المتهم بقتل المزيعة شيماء جمال واللي تم إعلان النهاردة القبض عليه وأنه كان مختفي في السويس ونشرت الشروق بالحروف الأولى من اسمه القبض على المستشار قاتل المزيعة ونشرت بس الحروف الأولى مكان اختباء مجلس الدولة مجلس الدولة ألف ح من الناس كلها عارفة أيمن حجاج المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي أنا معنا مش صدق الكلام ده إنما هو الراجل ده مش قالوا إنه هو بيتحقق معاه وبعدين قالوا إنه هرب يعني يعني الأول قالك بيتحقق معاه وبعد قالك ده هرب على دبي وبعدين قالك أبضنا عليه في السويس هروب أو الدستورة هروب قاتل المزيعة إلى دولة العربية وبعدين في أخبار اليوم قالت أتحقق معاه فيه رواية ثالثة بقى بتقولك إنه بالفعل هرب ووصل لدبي وبعدين تم تسليمه يا دي رواية ثالثة تحت ضغط مواقع التواصل وإحراج الأجهزة الأمنية أهو الأبض على القاضي المتهم بقتل المزيعة الشيماء جمال للإمارات أهو هروب أو هروب للإمارات تخيل؟ يعني دي رواية ثالثة المهم يعني تم ضبط القاضي كويس جدا سواء بقى كان في السويس أو كان في دبي ورجعته دبي أو دبي حبت ترفع الحرج عن أجهزة الشرطة لما تم اتهمها بأنها سهلت إجراءاته خارج مصر أيا كانت القصة يعني لكن وصلنا للمرحلة مهمة جدا المتهم خلاص تقبض عليه وهيتحاكم جمال جنيه وهياخد جزاؤه زي محمد عادل لقاءة النيارة اللي خد أسبوع في أسبوع الفكرة النهاردة بن ورازمة محمد عادل بلا داعي كده لقيت لك إيه؟ خبر من دار الإفتاء بتقول إن دار الإفتاء خلاص بتخلص ملف محمد عادل إداته لللجنة وفي ثلاثة أهم يكون خالص إيه السرعة وإيه القوة دي على أي حال فزي محمد عادل كده نسمع الخبر بتاعه ولا في كلام تاني حاكم صدى البلد نشر خبر غريب بإنهم مش صدى البلد بس وقناة العربية السعودية بإنهم مش متأكلين إن الجثة دي لشايماء وإن الطب الشرعي قيادها ضمنها 181 يعني مجهولة أهو جثة مجهولة الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة حول المزيع شايماء جمال قالك إنها دخلناها دخل مشرحة برقم 181 مجهولة وبعدين بدأت تتنشر بقى إن حالة الجثة اللي لقوها في المزرعة دي حالتها في حالة تعفن شديد ما ينفعش تبقى ثلاث يام بس أو ما ينفعش تبقى يعني حالة الجثة لا تستقيم معه اللي يام اللي تقتلت فيها لحد الوقت والوطن نشر كلام عجيب جداً عن القصة دي لسه كنت بقى راح حالاً دلوقتي قائرين السعودية ويقولك إيه بقى؟ بيقولك إنه الجثة مشكلة وإنه في حالة تعفن شديد وإنها يعني أكتر مضروبة في أكتر من مكان وتحرقت بمادة حارقة ده حسب ما وإنه بدأت حالة مش عارف تعفن إيه حيث فخرت أجزاء أخرى بقى لتعرضها للتنكيل ففيه كلام كده إن الجثة مش بتاع الشايمة جمال والله العظيم ده اقرأ والوطن والناس وقناة العربية السعودية الموقع بتاعها كاتب الكلام ده طبعاً من تصريحات الطب الشرعي فالسؤال السؤال ببراءة هل ده إجراء طبيعي والذي محاولة جديدة لتسويت القضية وسبقها سبق أصو فيه سبق محاولات كتيرة جداً حكتها زوجة الشاهد حسين الغربلي المقبوض عليه دلوقتي طلعت الست في فيديو وكشفت إنه هو قرر يوحمي نفسه جوزها يكشف الجريمة وإنه هو شخصياً اتعرض للتهديد من مستشار أيمن فنشوف زوجة الشاهد قالت إيه كده نزل معا ابنه وقاله مهما أيمن يقولك ابعد اوعى تبعد قوعد على كبوت العربية المهم ما ياخدنيش معاه أيمن هدده تهديد قوي جداً وهنا حسين شافل طبانجا ولولا النعماد كان قاعد على كبوته العربية قال له اوعى تسيبني أيمن في الغدر رجع قال لي أنا مش عارف أعمل إيه أنا قلت له أنا هنزلكه واروح له فالمفروض إنه إحنا هننزل وأول ما نخرج من الكارية هو هيلفه ويقابلني واركب معاه قلت له اركب وخليها على الله إحنا لنا رب اتصل بيه قاعد التسل بيه التسل بيه حسين مش لاقي كلام يقوله له قال له أنا نزلت ولفيت خلاص ومشيت أنا ما عملتش حاجة علشان ده يحصل فيه ده كله وحياتي تبوز قال له فتكرة أنا قلت لك إيه أنا أيمن حجاجي فتكرة أنا قلت لك إيه رحنا على المحامي علشان نقول له إحنا هنعمل إيه بعد كده المحامي خد الكرار مع جوزي إنه هم هيتجهوا للمحامي العام كلمني في التليفون قلت له الحمد لله بس بقى احنا كده بقينا في أمان وهو كده قاعد في أمان طلبوا مننا كمان عقد الإجارة اللي بإسم المستشار جبناه لهم معنا وشافوه طبعا وحرزوه جوزي لازم ياخد علاج جوزي تعبان ومريض صعب جدا اللي حصل دوت فينا وإحنا ما عملناش حاجة إحنا ما ارتكبناش حاجة ده الحقيقة اللي قالته زوجة الشاهد الوحيد اللي تم لكن الحقيقة الأخطر من الفساد هو اللي كان بيحصل قبل الجريمة والستة دي حكت من ضمن ما حكت إن اللي كان صوته أعلى في الخلاف هي بتقول إن جوزي لما جاله مستشار أيمن هو والستة اللي معاه المزرعة هو شاف معاه ستة فبص في الأرض فراح يعمل الشاي فقال له أنت تعمل لي شاي اعمل لنا شاي معك فهي بتقول إن جوزها راح يعمل الشاي سمع صوت زعيق هما الاتنين بيتخانوا مع بعض وكلام كده وبتقول هي بالنص في الفيديو ده إن صوت الزوجة كان أعلى وهي اللي قالت بقى كلام أعلمي يعني هي اللي كانت نعليها سوتها قوي وبعدين كانوا في حتى كده لما لقاها بتقول وسيئة أيمن بس إلى آخر الأغرب من الكلام ده اللي كتبته أو كتبت فصل منه موقع العربية اللي قالت إن شايماء كانت هي اللي بتجيب الزبون للمستشار عشان يخلصوا الورق تخلص ورق يعني بحكم منصبه يعني شايماء دي كانت حد عنده قضية حسم الموقع ما بيقول يعني خلاني نشوف أهو أراضي بمحافظة في الساحلية وفساد هكذا سقط زوج المزيعة شايماء جمال ده موقع العربية في التفاصيل بيكلم على إنه لأ يعني يا جماعة الست دي كانت دورها أو بينما لا تزال تدعيات تمكنت الأجهزة كشفت المصادر من القادي كان يختبع في إحدى المزارع بمحافظة السويس إلى آخيره وتمهيدا هروبه تم الاختباء في محافظة السويس الموقع بيكلم على الفساد بتاع القاضي ده والأملاك بتاعته اللي الناس كلها عرفتها من مبارح وفي إطار متصل كشفت سماح زوجة الشاهد الوحيد في القضية حسين الغربلي أن زوجها أخبرها بأن القادي أجهز على زوجته بعدما هددت بكشف فساده الوظيف حيث كانت المزيعة تتولى بنفسها ولحساب القادي الحصول على أموال من بعض المستثمرين مقابل تسهيل حصولهم على أراضي في إحدى المحافظة السحلية وحاسم النزاع القضائي لصريحهم ضد المحافظة ووزار السياح وقالت زوجة الشاهد أن زوجها أكد أن القادي كان يقوم بالعمل في تجارة وبيع الأراضي وتقوم زوجته المزيعة بدور الوسيط بين الطرفين لتسهيل عملية البيع والشراء مقابل عمولة مالية تتقاسمها مع زوجها فيما تبين أن القاضي وعدها بكتابة مزرعة حديثة باسمها وأخلافة وعده أخلافة وعده دي بيتجيب وراء كل واحد يوعد ويخلف وعده أديك شايف تسع سنين تسع سنين وسقط في أخلافة وعده أيمن حجاج برضه أخلافة وعده تخيل واحد بالفساد ده الواحد ده نفسه أيمن حجاج ده كان مشرف على انتخابات السيسي في 2018 تقريباً أستاذ جمال سلطان بيقول المستشار أيمن حجاج قاتل زوجته المزيعة والذي كشفت عنها التحقيقات عن امتلاكه سروة طائلة تجاوزت 150 مليون جنيه يقوله كان مشرف ده كان مشرف على غرفة إدارة ومتابعة انتخابات مجلس النواب سنة 15 التي اتهمت بالتزوير على نطاق واسع وكذلك كان مشرف على غرفة انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 التي فاز بيأسيسي حاجة جمدة جداً إذن كده بقى رواية بيتحقق معاه لا ده هرب على دبي لا ده راح دبي ورجع أو دبي سلمته النهاية الراجل بقى موجود طبقاً لآخر رواية بقى موجود لدى النيابة بتحقق معاه طب يفرجوا بقى عن الشاهد لا الشاهد النيابة طلعت قرار كده بأن الشاهد موجود يا جماعة معانا في البتاعة ده سيبك من ده موجود معانا في القص حل حسب كلام قناة العربية إن الزوجة الشاهد قالت إن المزيعة كانت يا الوسيط بين أيمن حجاج وبين الراغبين في شراء أراضي لأنك إنت لما تشري أرض في مصر فيه 30 مصلحة عايزة تخلصتك قصة هيئة الأصار و هيئة السياحة و هيئة مش عارف إيه وزارة الزراع قصص والجيش المزيشار أيمن بقى كان متولد قصة دي مين بقى الوسيط هيئة جيب له الزبون يخلص لهو الورق في المصارح الحكومية يسلموا العقد يقسموا مع بعض ياخد النسبة يقسم مع الأخت شايماء جمال آخر رواية بقى إن شايماء جمال الجسة اللي طلعوها دي متحللة ومشوها في أكتر من مكان وتم تشوها بالإسيد وإنه قيدت تحت 181 مجهول وإنه في شك تكون الجسر بتاعت دي آخر رواية واضح إن إحنا هنشوف العجب والصيام في رجب بس بعد الفاصل